خلينا دلوقتي نروح لموجز لهم وآخر الأنباء بصحبة زملتنا لمياء حمدين شكرا لكم مصطفى التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية والتاريخية بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح متنفسا لسكان المنطقة والمترددين عليها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعددنا من المسؤولين حيث تمت متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين فضلا عن مشروع قانوني إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعيه مع وزير العدل عمر مروان لمتابعة عملية تطوير منظومة التقاضي حيث تم استعراض التوسع في تطبيق التقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية ومستجدات إعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة وأكد الرئيس السيسي ضرورات الإنصاط لجميع الأصوات واستعاب مختلف الشواغل والأراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج التروحات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج التروحات مشيرا إلى أن هناك اتفاقات يتم إنهاؤها بالفعل وسيتم الأعلان عنها أو عن تفاصيلها قريبا وبحث الاجتماع أيضا موقف الشركات التي يتم طرحها والمفاوضات الجارية مع عدد من المستثمرين العالميين كما تناول الاجتماع موقف طرح عدد من العقارات والأراضي بالمدن الجديدة بعد تقييمها من مقايمين عالميين عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الرابعة والعشرين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث جدول وقطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم وتوافق المجلس على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع هذا وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني كما أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن أمله من كل الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي أدنت الخارجية الفلسطينية هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان على القطاع وأصفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب 20 أخرون وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار استهدفت عددا من المنازل والشقق السكنية في مدن غزة ورفح وخان يونس وسط القطاع وشماله وأشارت الوكالة إلى وجود عدد من المواطنين ما زالوا تحت أنقاض المنازل أعلن الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدى بعض الاشتباكات مع مجموعات من قوات الدعم السريع في بعض أجزاء العاصمة الخرطوم وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن قواته اشتبكت مع قوات الدعم السريع في منطقة بحري ودمرت أربع عربات مسلحة ولذت بعض العناصر بالفرر وأضاف بيان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع لازالت مستمرة في أعمال نهب البنوك والمحلات التجارية والمواطنين في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية بالخرطوم أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتفاع عدد قتل الاشتباكات من المدنيين إلى 487 شخصا و2612 مصابا وأوضحت اللجنة أن نحو 70 من المستشفيات في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة من أصل 88 مستشفى أساسي في العاصمة الخرطوم مشيرة إلى أن أكثر من 60 مستشفى متوقفة عن الخدمة في الولايات السودانية والبعض الآخر مهددون بالإغلاق أيضا نتيجة نقص الكوادر والإمدادات الطبية والماء والكهرباء يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي ورئيس الأقليات الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتشي ماكونيل في البيت العبيض وذلك لمناقشة أزمة صقف الدين الأمريكي من جانبها أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلن أن هناك فجوة كبيرة بين موقف الرئيس جو بايدن والجمهوريين بشأن صقف الدين وأوضحت أن المساسة بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة أو التخلف عن سدد ديون سيكون لهم تأثير سلبي على الدولار كعملة احتياطية مشاهدين انتهى موجز التساع ونعد استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل